بنعمل ايه؟ عايزين شوية اجراءات كده تنشط عندنا مسألة الايه؟ مسألة الثقة كل واحد فينا احرص دايماً على الصدق مع شرك حياتك ما بلاش كده بلاها لكده تاني حاجة اعتذر عن اي تصرف عشان ما يتولدش عند الشاق لما يكون التصرف ده خلط عشان ما يتولدش عند شرك حياتك الاحساس بعدم الامان يبقى الصدق والاعتذار تالت حاجة اجلس مع شرك حياتك واتفقوا على الافعال اللي بتزيد بينكم الثقة انا بحب جداً جداً في الوقت ده ان انت تكون قريب معاي اه ده مهم يا اوي اوي ان انتفق على ده رابع حاجة حاول تعمل جدوى الاسبوعي للمهام اللي طلبت منك او طلبت منك ونلتزم بيها عشان الانتزام بيها بيزود الثقة لكن التفويت ده والتطنيش ده التطنيش ده من اكبر هوادم الثقة خمس حاجة تجنب التهديدات المالية لشريك حياتك زي الحرمان من المصروف والعقاب حتى بانك انت تحرمه من ده كل الحاجات دي لو عملناها هتبقى سبب كبير جداً جداً من الثقة بيننا الثقة يا سادة عيشة الثقة بناء الثقة نمط حياة بناء الثقة مش كلام بناء الثقة افعال تجعل البيت مليان بالجمال تجعل البيت مليان بالجمال بالجمال بالجمال